أهلا وسهلا بكم في قناة روايات إيمان البوليسية أولا أحب أشكركم جدا جدا على التفاعل للفترة اللي فاتت وسانيا أحب أفكركم أني عندي قناة تانية اسمها حكايات إيمان اللي ما يعرفهاش أتمنى أنه يروح يشترك فيها لأنها يلاقي فيه هناك قصص كتير مختلفة أما قناة روايات إيمان البوليسية فهي مخصصة للقصص البوليسية وأتمنى كل قنواتي تعجبكم وأتمنى لو عجبتكم قصة النهاردة ما تنسوش تعدعمونا باللايقاتي كتير وأتمنى تشيروا القصة على الفيسبوك ومع أصدقائكم وفي كل مكان ويلا علشان نستمتع بالقصة آه دي قاعدة ومستجمة ولا هممها بعد ما طردتني وخلتني أطلع قطي وقاعد من بدري في قطي الوحدي لما زهق وبصرحة كنت عايزة أعود معاها شوية وهي تخنقت معايا علشان كنت بعكسها فاكرها واحدة تانية ماشي أنا هوريكي الحقوني الحقوني الحقيني يا شروق الحقونيكم يا جماعة أنا بموت الحقينيكم يا شروق انت فين الحقون يا جماعة آه ما انت زي الارد ووقف قدامي هون فالح بس تقعد تنادي وتقول الحقوني الحقوني الغاية ما خدتني عليك وعمل تضحك كمان ولا همك والله انا كان قلبي حاسس ان هي حركة من حركاتك يعني حضرتك كل ده بتضحك علي بتضحك علي ليه ها عاوز ايه مني والله يا نواد جامد انا مفيش مني اتنين يا بنتي والله مفي مني اتنين عادي قاعد زهقان في قطي الوحدة قلت لأ اعمل حركة بسيطة من حركاتي علشان حضرتك تشرفي وتقعودي معي هنا زكي انا ولا مش زكي قولي اكيد زكي انا واصل جدا في زكائي وفي نبهتي واصل ومتأكد انك مظهورة بشخصيتي صح يا شروع قولي قولي الحقيقة عينيكي اهي مليانة انبهار بي وبشخصيتي رائعة اتفضلي بقى قعودي شوية برافو بجد بجد انا بحييك على اللي انت عملته مسرحية هيلة يا رائعة شريف بجد مسرحية طحفة يعني انت عملت نديني ومطلعني لغاية هنا وقلبي وقع انا كنت فاكرة ان في حاجة بجد ومطلعني لغاية هنا جري بسرعة وفي الاخر يطلع ما فيش حاجة ما بتردش علي ليه برضو برضو الحركة المستفزة بتاعتك دي برضو عمل نفسك نايم والله هسيبك وامشي يا شريف اه اعترفي اعترفي وقولي انك كنت قلقان علي شفتي اعترفتي هون شفتي انا زكي ازاي مش بقولك يا بنتي يا بنتي انا زكي وعمرك ما هتشوفي في زكيه ابدا بصراحة يا شروق انا عارف انك معجبة بيا من زمان وبتحبيني وبصراحة انا كمان انا كمان معجبة بكي قوي وعلشان كده عايز اطلب منك حاجة اول ما نرجع مصر لازم لازم تاخديني معاد مع باباكي علشان عايز اتكلم عاية في موضوع مهم قوي وانا اسعد انسان في الدنيا ان يعرفتك يا شروق بجد وانا مبسوط قوي اني لقيتك في المكان ده لاني لو كنت في المكان ده وانتي مش موجودة فيه مكانش هيبقى ليه اي طعم احلى حاجة في المكان ده يا شروق هو انتي اه ما تكسفنيش بقى يا شريف وبعدين انت كنت عايز تكلم بابا في ايه اصلي مش فهمة مش اغضبالي بصراحة اصلي بابا على طول مش فاضي وعلى طول مش موجود فيا ريت تقول لي انت عاوز تتكلم مع بابا في ايه وانا هبقى اكلمه واخدلك معاد معاه بصراحة يا شريف انا كمان مبسوطة جدا اني لما جيت هنا لقيتك موجود علشان كده انا مبسوطة جدا جدا وقوف كمة ساعتي بس برضو انا مش عارفة انت عايز بابا في ايه يا ريت تقول لي لا اوعد كوني فهمتي غرض اوعد كوني فهمتي ان جاي تقدم لك والكلام الفاضي ده لا 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 ده انا كنت عايزه في شغل انت بايرة يا ماما ومش لاقي حد يتجوزك وجاية ترمي بلاكي علي ولا ايه لا يا حبيبتي لا ده انا عايز باباكي اتكلم معاه في بيزنس انت فهمتي ايه ان انا بقى جاي تقدم لك والكلام ده لا يا ماما انا مش بتاع جواز والله يعني انت كل ده عملت اضحك علي وعملت تقولي انا معجب بك يا شرو وانت معجبة بيا يا شرو وامطلعني لغاية هنا وعملي جو رومانسي في الاخر تقولي كده ماشي يا شريف برضو برضو الحركة المستفزة بتاعتك عامل فيها نايم ماشي انا بقى ولا هكلم بابا ولا هاخد منه معاد ولا اي حاجة اقولك حاجة انا مشيا لا 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 استني استني بس والله العظيم انا اسف انا اسف بجد والله يا شرو انا فعلا بحبك وفعلا عايز اتجوزك بس انا كنت بهزر معاك ارجوك متزعليش مني انت عارفة ان انا بحب اناك في كده وهزر معاك ممكن تقبلي مني الوردة الحلوة دي انا فعلا بحبك يا شرو وشايفك اعظم بنوتة في الدنيا كلها ويشرفني انك تبقي ام ولادي لاني هبقى واصق ومتأكد انك هتبقي ام عظيمة انا النهاردة اسعد انسانة في الدنيا انا فعلا مبسوطة اوي يعني انا كل مرة بروح فيها مصيف ببقى زعلانة جدا وانا مروحة البيت لكن المرة دي انا اسعد انسانة في الدنيا وعايز اروح البيت بسرعة اوي علشان اروح احكي لبابا كل اللي حصل معايا واخد منه معاد علشان شريف يجي تقدملي وعلشان نتخطط بابا حبيبي تعال يا بابا انا كنت عايز اكلمك في موضوع على فكرة انت وحشتني اوي وبصراحة عايزك في موضوع مهم خير يا شروق يا حبيبي ماما نداهتلي وقالتلي انك عايزاني في موضوع خير يا حبيبي تبابا عايزة فلوس ولا حاجة يا ماما الفلوس اللي انت عاوزيها تبقى عندك النهاردة خير يا حبيبي اهم حاجة تكوني اتبسطتي في رحلتك انا كل اللي يهمني في الدنيا دي هي سعدتك وبس يا بنتي دي اهم حاجة عندي في دنيتي بصراحة يا بابا مش عايزة فلوس ولا حاجة انا فيه رائد زميلي اسمه شريف وعايز يتجوزني وبصراحة يا بابا هو طلب ان هو ياخد من حضرتك معاد ويجي قبلك علشان يطلب ايدي انا مش عايزة فلوس ولا اي حاجة يا بابا هو دا الموضوع اللي جيت اكلمك فيه وطبعا يا بابا حضرتك تقعد معاه ولو وفقت انا هوافق ما وفقتش عليه انا مش هوافق اللي حضرتك شايفه انا هعمله بصراحة يا بابا هو انسان محترم جدا وكان معايا في المهمة اللي حكيت لك عليها وقد ايه هو انسان رائع لما سمع كلامي وفضلنا وقفين هناك وعرض حياته للخطر بسببي انا علشان ننقذ الاطفال اللي كانوا هناك قلتيلي بقى علشان كده وشك في الارض ومكسوفة ماشي يا ست شروق وانا موافق اني هتديله معايا ديوم الخميس الساعة تسعة بالضبط يكون عندي هنا في البيت وربنا يعمل اللي فيه الخير يا بنتي اهم حاجة يا حبيبتي في الدنيا دي كلها اهم حاجة عندي ساعاتي والضحكة والابتسامة الجميلة اللي شايفها على وشك مش عايزك تتكسفي من بابا ابدا يا حبيبتي اللي انت نفسك فيه واللي انت عاوزاه هو الله هيحصل وانا تأكدت انه هو بني آدم ممتاز من حكيك عنه في المهمة اي حد غيره كان ممكن يهرب وكان ممكن يسيبك ويمشي في المكان المخيف ده لكن الحقيقة حسيت ان الولد ده راجل كلمي وحددي معه معاد هبتسل بشريف انا مبسوطة قالو ايوا يا شريف عايزة اقول لك على مفاجأة انت يوم الخميس الساعة تسعة فاضي بابا وافق انك تيجي ايوا وافق وافق يوم الخميس الساعة تسعة يا شريف اوعى تنسى يا شريف اوعى تعمل حركاتك دي وتنسى يوم الخميس هستناك هيكون اسعد يوم في حياتي كلها انا مش مصدقة ان بابا وافق بالسرعة دي بابا متعلق بي قوي علشان ما عندهوش اولاد غيري وكنت فاكرة ان يوم ماجي اتجاوز كنت فاكرة انه هيرفض وهيعمل لي مصايب بس الحمد لله الحمد لله يا شريف انا حكيت له عنك كتير وكنت حكيه له عنك كتير واحنا في المهمة علشان كده هو يعرف حاجات كتير قوي عنك وحسيت ان هو موافق لو حابين تعرفه يا تارى الشريف هيعمل ايه لما يجي يقابل بابا شروق ويا تارى والد شروق هيوافق عليه ولا لا ولو حابين تعرفه حياته ما هتمشي ازاي بعد كده ويا تارى ايه اللي هيحصل بينهم يبقى تنتظرونا في الجزء القادم واتمنى لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة واتمنى تشيروا القصة على الفيسبوك ومع كل افدقائكم واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايقات الكتير علشان الفيديو ينتشر اكتر وناس اكتر تشوفوا واتمنى كمان تشتركوا في قناتي حكايات ايمان